السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هنال شاء الله سنتحدثوا على نظام التربية الأرضية للأرانب يعني نتحدثوا على الإيجابيات والسلبيات أولا نتحدث عن الإيجابيات أولا يعني النقطة الأولى وهي أن التربية على الأرض غير مكلفة وسهلة يعني على عكس الأقفاص هذه أول خطوة أول نقطة عفهم ثانية نقطة أن الأرنب صحيا كيكون أكثر صحة وحيوية من الأقفاص يعني التربية الأرضية كتكون لأنه كيتحرك في الأرض بزاف كي يجري كيلعب وهذا كل اللعب كي أدي أن العضلة ذياله كيوليه شداد وكتقوى عنده المناعة أما في الأقفاص كي يظل الأرنب يعني خامل فتصير له بعض المشاكل ومنها التأخر في الولادة يعني الأنثى ما تتأخر في الولادة السبب هو عدم الحركة وفي بعض الأحيان يصير يعني تحجر الفراخ يعني الصغار داخل أو الأجنة داخل بطن الأنثى هذا شيء إحنا تحدثنا على الإيجابية دابا نتحدثه على السلبية فأهمها يعني أهم سلبية عدم التحكم في عدد الظكور يعني إذا كان عدد الظكور البالغين كثير أو حتى يعني على الأقل يكونوا ذكارين فسوف يتقاتلن هذه يعني بتجريبة جوج دوكور كينين في المكان وجوج دوكور بالغين كيتقاتلوا بعضياتهم واحد كي قتلوا واحد وبالتالي يجب ترك ذكر واحد فقط مع الإيجاب ولكن النتيجة ستكون أنه هذا الذكر هذا ما يمكنش أنه غادي يلقح كل الأماعات يعني خسنا نعزلوه في واحد الجهة بوعده يعني وصلنا القادية للأقفاص يعني منين بقينا كان نشوفوا سمو خسنا نديرو خسنا نوصلو للنقطة أننا خسنا نديرو الأقفاص واحد النقطة الثانية وهي ممكن أن يدخل أحد الذكور إلى بيت الأنثى يعني بيت الولادة ديالها ويبغي يلقحها لأنها كتكون في الذروة ديالها والخصوبة ديالها كتكون مرتفعة جدا بعد الولادة مباشرة فممكن أنه يطلع فوق الأنثى يعني كيبغي يلقحها يتزاوج معها سمو كيوقع أنه كيضهس هادوك الصغار وتهيح تهيح كتكون كتقد تخبط في القفاص ستخبط واحد شوية لأن الطريقة ديال الولادة ما كتكون سهلة كتكون تحسوا هو يتبعها كتجري تخيلوا أن هاد العملية تمت وكينين الصغار إلا كينين الصغار سوف يكونوا متأكدين أنه غادي يرفسوا هادوك الصغار وغادي يموتوا يعني يكونوا عد الحيمات غادي يموتوا 100% كين عوثاني نقطة أخرى وهي ممكن أن شيء أنثى تكون شاريسة وتدخل على الصغار هذه مئة بالمئة إلا كانت أنثى وحدة أخرى يعني شاريسة ودخلت على الصغار اسمه غادي تدير لهم غادي تاكلهم غادي تاكلهم هادي ممكن أنه يعني يعني الأغلبية دي الناس تكون ما تراقلهم شاء القادية أن الأنثى قد تاكل الصغار ديالها قد تكون شاريسة إلا مشا تطاقت شيء صغار ديال الأنثى أخرى كونوا متأكدين أنها غادي تاكلهم ببساطة أو ممكن أنها عاوتني فكرة أخرى أن الأم ديال هادوك الصغار تبغي تدافع على الصغار ديالها اسمه غادي تدير غادي تاكل مع ذاك الأنثى لعد دخلت عليهم دخلت عليهم على الصغار ديالها اسمه غدي الدينية غدي بدأت تقاتل معها حماية للصغار دياله من غديت بغيت حمي الصغار دياله غديت تقاتل هي ويها وحده غديت قسل وحده مية في المية غدي وحده غديت قسل وحده واحد نقطة أخرى وهي لا يمكن يعني في التربية ديال الأرضية لا يمكن معرفة وقت تلقيح أنثى وأيضا لا يمكن معرفة وقت ولادتها يعني تخيلوا عاطهم واحد المساحة ذك الشي ما كتعرفوش فوقاش فوقاش تلقحت فوقاش طلع فوق منها الذاكر مخشيين في واحد بني وجوجيا جورات انتم ما ما عارفينش فوقاش تلقحت يعني ما كتعرفوهش فوقاش كتولد يعني غيه كك على الله وصافي تربية ديال الألاني برخصها تكون عندها دوابت ماشي تكون على الله وكل شي على الله ولكن طلع عطانينا واحد العقل باش نفكروا به باش نكون الحاجة نعطيوها حقا إذا نادي نقطة بقات واحد نقطة أخيرة وهي الأهم هو الأهم في السلبيات ديال تربية الألاني وهي نقطة الجرب كنوا متأكدين أن تربية الأرضية ضروري ما يكون عندكم حالات ديال الجرب رغم التنظيف وخي يكون عندكم التنظيف إلا مشوتا في الزقو الألاني أو وصخوا وذك شي علق لهم في الأرجل ديالهم لأنه ما بي الأرجل كينا وحد الفراغات إلا مشوتا لسقو تممايا ذاك العاليقة يعني نقوله علقت واحد واحد لوصخ وبقا تممايا ما تحييرش يشوفوا هنا يا عكس الكيجان يعني الأقفاص الأقفاص شو شو سمورة لوصخ في كيتيح 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 في واحد لميكة لتحت أنتوما أنتوما إلا كاتبالكم أنا أنا غن نوضحها لكم مزيان أنتوما كينا واحد لميكة من تحت هايا ومتقوبة ضيرتقوبة وحدة يعني القفاص كامل هاوا أي أي واحد من هاد الأنانب يعني الفضلات ديالو عزكم الله اسمو كيوقع لها كلها كتطيح وكتمشي نفس تقب هاوا كتمشي الواحد تقب مربع صغير لأن الميكة مديربو حطريقة مائلة أي لوصخ كيمشي كيهود لتحت يعني ما كيبقاش عالق لهم في يعني في الأرجل ديالهم كي أن الأقفاص هنتم ما بين ما بين السلك والسلك كين واحد الفارغ هادك الوسخ كيطيح ما كيبقاش لصبهم في رجلهم هدا هو المشكل ديال الجارب إلا لحتمعي أن فالموضوع هذا كيمشي ديال التربية الأرضية أكتر من الإيجابيات يعني أن التربية في الأقفاص تبقى دائما هي المنتصرة في تربية الآن تربية في الأقفاص كتخلموا لها يعني ما يضرب شمال في التنظيف إنك يكون طاس واحد هوا بانيو يعني عبارة عن بانيو كل شي داك الشي كي تجمع يطيح في البانيو يعني بما فيها الأوساخ أو الماء ديالهم هادك البانيو ممكن أن تتخلص منه في واحد المدة ديال خمس أيام مثلا وهذاك الميكا صفرها كتبقان فيكسيا هنتم مرى ميكا زرقا هيا نجد الميكا زرقا هنتم هل ستعلقوها بأي طريقة ماشي مشكلة أنها تكون غيخصة تكون مائلة وعندها تقب واحد في الواسط هادك التقب هو كله يبقى يأدي الواحد الإناء أو بانيو أي حاجة درتوها التحت خمس أيام ديال تنظيف أنتم ما ربحتوها وفي نفس الوقت يعني هادك الأمراض اللي قدي تصيبهم ما ما كتصيبهم مش وهي الجارب ومعروف الجارب هو التربية ديال الأرضية الجارب أي واحد عنده التربية الأرضية إلا وكيتصادف مع حالات ديال الجارب إذن كنظن أنني وضحت كعلى النقاط في هذا الموضوع ديال التربية الأرضية يعني السلبيات أكثر من الإنجابيات الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف عن التعليق طيبة ديالكم كنرحب بكم أي تعليق أنا أراه الإشارة كنشكركم بزاف الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جام باش تسندونا وتزيدوا القدام وتكيو على زر الجرس كي يصريكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة